اشتركوا في القناة ارتعد بني إسرائيل من قدرة الله عز وجل وخروا لله ساجدين على جهة واحدة والجهة الأخرى تنظر للجبل خشية أن يسقط عليهم رضغ بني إسرائيل لله عز وجل وأخذ الله عز وجل الميثاق المؤكد على بني إسرائيل وكان الميثاق أن يبينوا الكتاب لبني إسرائيل ولا يكتمونه فماذا فعل بني إسرائيل بعد الميثاق ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم وأعرضتم ونقضتم الميثاق وعصيتم مرة أخرى كشأنكم دائما وكان ذلك بعد أن رفع الله عنهم الجبل وذاك من لؤمهم نبذ بني إسرائيل الكتاب وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا هتلاقيهم حرفوا في التوراة وبدلوا في التوراة وحذفوا من التوراة وأضافوا على التوراة وكتموا البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني فضل ويعني رحمة معنى الفضل هو زيادة عما تستحق ومعنى الرحمة هي أسمى درجات العفو والمغفرة وهي مشتقة من الرحم وفضل الله عز وجل على بني إسرائيل أنه أرسل إليهم الأنبياء والرسل رغم تجذيبهم من مستمر وقتلهم للأنبياء والرسل وأمدهم أيضا بالكتب السماوية عندنا التوراة والإنجيل ورحمة الله عز وجل ببني إسرائيل أنه لم يعجل لهم العذاب وأمهلهم التوبة نقذ بني إسرائيل الميثاق لأن كلوبهم كالحجارة بل أشد قصوة ولكن أرحم الراحمين قبل توبتهم وتجاوز عن خطيئتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة وبمنتهى الموضعية لو وضعنا في كفة عمل الإنسان على مدار حياته ووضعنا في كفة الثانية نعمة واحدة هتلاقي أن عمل الإنسان لا يوفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل ده إذا كان حال الشهيد اللي بذل حياة في سبيل الله عز وجل أنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله فما بالنا بمن هو أقل شأنا من الشهيد والله سبحانه وتعالى فتح لنا ولبني إسرائيل باب التوبة والرحمة ولولا هذا الباب لما نجأ أحد ونبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يقول لله عز وجل يوم القيامة أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لكونتم من الخاسرين بذهاب دينكم ودنياكم ولحل بكم أعظم العقوبات فضلنا الله على الأمم السابقة بالإسلام ورحمنا بنبي الرحمة والقرآن فبادل بالتوبة والعمل الصالح لتكن من الفائزين جزاكم الله خيرا